ولاش بش نقولك قبل كل شي نحب نشكركم جزيل الشكر معناها على الفرصة اللي أتحتها الجنوبية معناها بش تخصص أم بلاتو كامل معناها خاص بالتضامن والمنيل قبل كل شي نحب نستهل المداخل المتاعي معاكم بقصيدة صغيرة تقالت في أحداث الخبز قالها الشاعر عبد العزيزة اللي راها بعد عقود زنا نمارس وفايل اليوم من هذا وفايل كيف يقولي كلك يلي ما تعرفش حالي وتجي لهالحوال انزل من قصرك العالي واسمع ما يقال عندي شهادة فقر جديدة والخدمة بطال أمي تقولي وليدي عرس كيف برش رجال ومني تنعرس هيومة ومكسوب بصندال ولا عندي مال ولا خدمة ولا كتاف ولا مال الى غيرك هالأبيات هذية اليوم تتلخص في الأحياء الشعبية في تونس كي نقول الأحياء الشعبية نقول لمنيه لنقول تضامن نقول سدي حسين نقول سيجومي اللي آخر اهتمامات الطبقة السياسية اليوم القطيعة اللي قاعدة تصير كيما اسبقه قلت الأحياء الشعبية اليوم هي إلا رصيد انتخابي أو خزان انتخابي وحملات انتخابية في المواسم الانتخابية ولا في الحملات نرى جميع الأحزاب السياسية تحل دي لوكال في البنية لو التضامن عنا شارع بنزرت مع انت حتى نبدأ نفادلك واللي نسميه الشارع الأحزاب دي كيكين دي كيكين اللي عنده لوكال واللي عنده جاراج فرغ يبدأ يستنى وينبه على الكاري يروبش نكري للحزب في الحملة خاطر يخلص أكثر تلقاها البلايك موجودة بيميني هوايا ساريا طوفى الانتخابات كل يدشت ضغطها البلايك تتنحها مع التراحة تواحد نقولوا نشوفهم اللي كنا نحتكوا بيهم ونيقشوا فيهم ويقعدوا معنا في القاب واللي تراح كان في التلفز اللي كان يتشحت فيك ويحكي معاك دي غاكتوا مو وين على ذمتكم وانا معتها الصوت الأحياء الشعبية والطبقة المفقرة في تونس حتى تليفونه معاش تلقاه بيروه معاش تعرف سيكوريتي هلومة أكل بروتوكول لذا نقولوا احنا للطبقة الحاكمة في تونس من بعض الثورة التوى هاوش خلفتوا هاوش خرجتوا احنا كخرجنا 2010 ندينا شغل حرية كرامة وطني شنو اللي تحق بعد عشر السنوات كيفاش اللوم واليوم العباد اللي تحتج والعباد اللي تخرج وتنادي بشعارات قلت معنا باسقاط حتى هالمنظومة هذية اللي موجودة في البلاد نتيجتها اللي قاعدين نشوفوا فيه الاحتجاجات المتواصلة اللي مش الراوها كان ليا مت هذوما الاحتجاجات كانت موجودة راوها كل عام نلقاوه احتجاج ثنين ثلاثة احنا في المنين لكن معناش نلقاوه مرة ثنين العجل تشعل على كراء على الحافلات السباح نلقاوه شهرين ثلاثة العجل تشعل كي ستتسك لكن ما تاخذش صدق بي حدا حد الصفحات المحلية او تعداش سبوت هكا كي ما تراه هذي قبل الاحتجاجات في المنين عليش صار هذا الكل عليش العجل يتحرقت هذا الرئيس خرج من عندكم لانه العبيد حاجة طبيعي العبيد اللي ما توفر لهش انت لقمة العيش لا في منطقته ولا توفر له الوسائل اللي بش يتعدى بيها ويشي بش يخدم على روحه يسوير هو راو انت بش تحلوا هنا باب للتهميش باب بش يقض في القهاوي باب للتصور في بيك كل انا من بين انا في شخصي كالبصود الغربي من الضحايا بتاع هل 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 بار اكزامبل انا عليش نحكي طوال وسائل النقل مثلا ماشي بش نعدي مهم جدا مانطقتش فاش نمشي مانطقتش فاش نمشي لانه بش تنقل انتي ملمني لو التضامن لرينة والشرقية يتاخد تاكسي جماعي اللي نعرفه كيفاش تنجم تظفر بمكان في التاكسي جماعي أو تنتظر الحافلة مش تجري في سيركولاسيون وتقفش في مبوتياج تلصق في الباب ولا ما تلقاش تاكسي ولا كان ما عندكش حق تاكسي هذي سبب صغير ببرمية معناها الأسباب اللي بش نحكيها مع بعضنا يخلي معناها العباد اليوم ما تقول ستوب يزي يزي ما تجرنا بقضية الأحياء الشعبية ويزي ما استعملناها كورقة سياسية أو ورقة انتخابية أو خزان انتخابي اليوم الأحياء الشعبية تطالب بتنمية حقيقية تطالب بسياسة حقيقية اللي الراوها ملموسة على أرض الواقع مش في رفوف الألم